وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة وتحول الأخضر بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية كما وجه رئيس السيسي بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموية لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام فضلا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشرية من خلال مبادرة حياة كريمة مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في هذه القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة كما طلع رئيس السيسي على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية